تنضم أكثر من 35 سفارة وقنصلية وبعثة دبلوماسية بحرينية للانتخابات النيابية 2022 لتصويت المقترعين في الخارج ويمكن لجميع الناخبين المقيدين في جداول الناخبين التصويت لاختيار مرشحيهم النيابيين في حال وجودهم في خارج مملكة البحرين يوم الاقتراع بتاريخ الثامن من شهر نوفمبر القادم بينما ستكون الاعادة في تاريخ الخامس عشر من نفس الشهر ونظرا لفروق التوقيت العالمي تعد سفارة مملكة البحرين لدى اليابان هي أول سفارة ستفتح وبهبها أمام الناخبين المقيمين في الخارج بينما ستكون آخر بعثتين لمملكة البحرين تجري فيهما الانتخابات بالخارج هما سفارة مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية واشنطن والبعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك ترجمة نانسي قنقر